كلنا تبعنا امبارح بيان الحكومة الجديدة دولة رئيس مجلس وصراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كامل تشكيل الحكومة اللي قدت اليمين الدستورية خلال اليومين اللي فاتوا بيشمل برنامج الحكومة عمل تحت عنوان معا نبني مستقبلا مستداما لمدة ثلاث سنوات برنامج الحكومة اعتمد بشكل مباشر على مستهدفات رؤية مصر 2030 وما توصل إليه الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية وفي تعهد بأن الحكومة هتشتغل بكل عزم وحسم وإصرار للقضاء على مشاكل كتيرة بيعاني منها الاقتصاد وغيرها من قطاعات الدولة كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار أن دي حتكون حكومة تحديات هتشتغل على ملفات كتير ومتعددة أهمها مثلا الصناعة الوطنية اللي هتعتبر واحدة من أهم الركائز الأساسية عشان تقدر تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وكمان زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة اللي بالفعل تراجع لستة فاصل سبعة في المية خلال الربع الأول من عام عشرين أربعة وعشرين وده هو أقل معدل بطالة خلال العشرين سنة اللي فاتت بيان الحكومة بارح شمل على أربع محاور أساسية المحور الأول كان بعنوان حماية الأمن الوطني والسياسة الخارجية المصرية المحور الثاني كان عن بناء الإنسان المصري والمحور الثالث هو بناء اقتصاد تنافسي وجذب الاستثمارات والمحور الرابع والأخير هو الاستقرار السياسي والتماسك الوطني اتخاذ خطوات جادة وحققية لتنفيذ خطة استثمارية من أجل توطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية على المستوى القومي كمان هيكون هناك حرص شديد من جامع الحكومة على تعزيز البنية التشريعية اللي بتكفل للمجتمع المدني والمجتمع الخاص كمان ممارسة دوره بحرية واستقلالية ده غير ان الحكومة هتشتغل ايضا بكل اسرار على القضاء على المشكلة دي نهائيا خلال نصف العام الاول من برنامجها مش كده بس ده حيكون فيه اجراءات لضبط الاسواق والاسعار خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله اللي جاية احلى مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر